اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل 33 مدنيا وجرح 29 اخرون في حصيلة اولية الجمعة بقصف من طائرات حربية يرجح انها روسية على بلدة ارمناز شمال سوريا وذكرت مصادر ميدانية ان ستة صواريخ فراغية استهدفت وسط القرية قتل اربعة مدنيين بينهم رضيع وجرح العشرات الجمعة في قصف مدفعي وصاروخي لقوات نظام سوري على مدينة تلبيسة وسط سوريا واشار ناشطون محليون ان القصف استهدف الاحياء السكنية في المدينة من قرية جبورين الخضع لسيطرة نظام وكتيبة الهندسة اعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسن ان بلاده لا تعترف بالاستفتاء الاحدي لاستقلال كردستان العراق داعيا جميع الاطراف للحوار وضبط النفس وطلب تيلرسن جميع الجهات الفاعلة بالتركيز الان على محاربة تنظيم داعش عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية غرب مدينة الموصل في شمال العراق تضم جثة لعناصر من تنظيم داعش يرجح انهم قتلوا بقصف جوي قبل اشهر وقال مسؤول اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى ان عدد الجثة التي عثر عليها في الحفرة تصل الى 40 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش اعلنت قوات الشرعية اليمنية عن قيامها بعملية نوعية ومباغتة تمكنت خلالها من السيطرة على معسكر الاغرامين احد اكبر المعسكرات شمالي خب والشعف كبرى مديرية الجوف واوضح مصدر عسكري ان السيطرة على معسكر الاغرامين تجعل مديرية اليتمى تحت مرمى الجيش الوطني اليمني ادانت يأتوا محلفين في محكمة اتحادية ببروكلين مواطنا امريكيا بدعم تنظيم القاعدة ومساعدته في التحضير لهجوم بسيارة ملغومة عام 2009 على قاعدة عسكرية امريكية في افغانستان وقال المتحدث باسم الادعاء الامريكي في بروكلين ان مهند محمود الفارخ ادينى بتهم من بينها التأمر لقتل امريكيين قال تيئة الادع والتلفزيون الكورية الجنوبية انه تم رصد نقل عدة صواريخ كورية شمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونج يانج ولم يحدد التقرير موعدا اقل الصواريخ او المكان الذي نقلت اليه افادت دراسة صينية حديثة بان فيروس زيكا ظهر قبل بضعة عقود لكنه لم يتسبب بتشوهات خلقية الا منذ فترة قريبة وارجع العلماء السبب الى تغير جيني حدثا للفيروس يعود على الارجح الى سنة 2013 نهاية الموجز الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة